وزيره الخارجية يؤكدوا التزام الدولة المصرية بالعمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان العراق يعلن مقتل 12 عنصرا من داعش الإرهابي في عمليات عسكرية لمدينة الموصل وارتباك في حركة النقل والموانئ البريطانية بعد إغلاق الحدود مع عدد من الدول الثالثة عصرا في القاهرة والوحيدة بتوقيت جرينيتش أنا بحضرتكم في نشرة إخبارية جديدة مفصلة تأتيكم من أكسرينيوز بداية هذه النشرة مع نانسي نور شكرا لك يديني أهلا بكم مشاهدين الكرام نبدأ مع حضراتكم جولة الثالثة حيث أكد سامح شكري وزيره الخارجية ورئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإلسان التزام الدولة المصرية بالعمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان جاء ذلك خلال لقائه بأعضاء الأمنة الفنية العليا الدائمة لحقوق الإنسان هذا وشدد شكري على أن حقوق الإنسان وبناء الإنسان يقعان في صلب الاستراتيجية التنموية للدولة منوها إلى أن الجود التي تبذلها الأجهزة الوطنية في هذا الإطار إنما تعكس اقتناعا وطنيا ذاتيا وراسخا هذا وقال شكري أن مسيرة التطوير الشاملة التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي تنضي بثبات إلى الأمام وأفقار رؤية متكاملة تراعي حقوق الإنسان بمعناها الواسع والشامل وتخاطب احتياجات وتطلعات المواطن المصرية قبل أي شيء أطلقت وزارة التعاون الدولي التقرير السنوي لعام 2020 بعنوان الشركات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة التعريض التقرير يستعرض الجهود التي قامت بها الوزارة بالتنصيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والجهات الحكومية المختلفة وكذلك القطاع الخاص لدعم مسيرة مصر نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 يتم مراعاته جميع الإجراءات الاحترازية خلال استقبال النواب الجدد مشيرا إلى أنه يتم استقبالهم على مداري أكثر من يوم لتحقيق أكبر قدر من التباعد الاجتماعي ومنعا للتزاحم لافتا إلى أن الأجندة التشريعية للمجلس الجديد يحددها البرلمان والحكومة بالتنصيق بينهما الأجندة التشريعية ده عمل مشترك ما بين المجلس والحكومة وبيحدده برنامج الحكومة وبيحدده مكتب مجلس النواب الجديد والكتل السياسية والأحزاب السياسية الكبيرة طبعا أنا إذا هتكلم كأمين عام هتكلم كمواطن من العلم العام أن مثلا قانون العمل قانون الإدارة المحلية بعض القوانين المرتبطة بالأحوال الشخصية لا شك أن هي من المتوقع أو من المنتظر أنها تبقى على القائمة بتاعة أولويات المجلس ولكن أيضا هذه القائمة وهذه الأولويات يحددها برنامج الحكومة ويحددها المجلس وتحددها الأحزاب والكتل السياسية الممثلة داخل المجلس نحن لازم نشتغل على مجموعة من القوانين اللي تقدر تغير حياة المواطن بشكل إيجابي مصر فيها 105 مليون مواطن بصرف النظر عن مسألة الحدود القصوى والحدود الدنيا لخطوط الفقر اللي بيختلف عليها البعض لازم المواطن المصر يشعر جيدا أنه عايش كويس عايش كويس يعني بياخد أجر عادل أجر عادل يعني إيه؟ يعني يأكل ويشرب ويسكن ويتعالج ويعلم ولاده وهو مش حاسس أنه عليه أعباء أعتقد أنه فيه قوانين كثيرة موضوع أمام المجلس بعدها بشروعات قوانين جديدة وبعدها كانت مطروحة أمام المجلس السابق ولم يسعفه الوقت لاستكمالها من ضمن هذه القوانين طبعا أمامنا قانون العمل في بعض القوانين الخاصة أعتقد أو بعض الآليات اللي محتاجين نركز فيها زي قطاع الصحة والتعليم وأنا كطبيب يعني عندي أولوية واهتمام خاص بقطاع الصحة كان هناك دعم من البرلمان لقطة الدولة في إجراءات التنمية المستدامة خلال الخمس سنوات السابقين كانت الإجراءات من خلال تشريعات القوانين بالذات في الملف الاقتصادي كان هناك اهتمام بالغ من البرلمان بخروج كثير من القوانين الداعمة للاقتصاد المصري في المرحلة الحالية والبرلمان الحالي في عدة قوانين إن شاء الله هتكون وفقا للأحزاب اللي هتوبها موجودة في البرلمان كل حزب هيقدم الأجنتة التشريعية ولكن هيكون على رأسها طبعا وفقا لجائحة كورونا والتغير الاقتصادي على مستوى العالم ككل في الحقيقة متفقل خير بالعدد اللي موجود متفقل خير جدا أن حيبقى في قضايا المرأة دعم لقضايا المرأة وتشريعات الخاصة بالمرأة والأسرة في الفترة القادمة أيضا متفقل خير في الحقيقة التعددية الحزبية القوية اللي موجودة بتمثيل عدد أكبر للشباب من خلال تنصيقية شباب الأحزاب هذه التعددية من الأحزاب ووجود فيها هذا العدد من الشباب أكيد حيكون فيه صبعة مختلفة ورؤية جديدة تشريعية للشباب داخل البرلمان المصري وفي الحقيقة أنا طبعا في الأصل الروائية وأديبة ومشروعي الحقيقي في الحياة هو المشروع الثقافي والتنويري وأعتقد أنه ممكن تكون فيه دراسات كثيرة جدا لوضع التشريعات الخاصة بالثقافة والخاصة بالإعلام وإزاي حقوق مثلا حماية الملكية الفكرية يعني المنطقة دي في الشغل لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مباشرة مراسل الأكترا نيوز محمد بهاء من مجلس النواب مساء الخير محمد إليك الكلمة نعم دينا ما زلنا من مجلس النواب نتابع استقبال أعضاء مجلس النواب الجدد المنتخبين وهي على مدار الستة أيام وفقا لما فعلته الأمانة العامة لمجلس النواب حرصا بالطبع على السلامة العامة ومن ضمنها بالطبع هي إجراءات احترازية وقوقية لمجبهة فيروس كورونا المستجد اليوم مئة نائب من نواب قائمة القاهرة وجنوب ووسط الدلتة حضروا إلى وما زالوا بالطبع يحضرون إلى مجلس النواب لاستلام كرنيهات العضوية والحقيبة البرلمانية وللمستمر فعليات هذا اليوم حتى الساعة الخامسة مساء على يتحال تفاصيل أكثر حول هذا اليوم من خلال لقاءنا مع معالي النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب تحياتي لك سيادة النائب على شاشة أكستر نيوز أهلا مساءتك فانم تشرف نتحدث في البداية عن إجراءات هذا اليوم استلام كرنيه العضوية والحقيبة البرلمانية لا سيما مع اتخاذ إجراءات احترازية ووقائية حقيقة النهاردة يوم منضبط جدا فيه سهولة واستقبال حافي جدا ونرى كل الناس فيه تابعة كبير جدا بالنواب وبعضها شايف إجراءات التسليم والتسلم في غاية السهولة والموضوع منضبط جدا يبدو أن النائب العام الحقيقة محمود بفوزة أي مدور كبير جدا في هذا اليوم العظيم والنائب مساعد أحمد المهدي أهل مساعدة حضرتك من أعضاء القائمة الوطنية من أجل مصر تابعين لحزب الوفد الجديد والمنضمين إلى مجلس النواب الجديد كيف ترى أو كيف رأيت التعددية الحزبية في هذا المجلس الجديد؟ لا شك أن هذا البرلمان يمثل كافة تطياف المجتمع لا شك أن التعدد الحزبية واضحة فيه في أكتر من 13 حزب مشترك كل حزب خدد المقاعد كبيرة جدا تتناسب مع حجمه ومع شغله في السوق ومع شغله مع الناس يأخذين مقاعد كبيرة جدا كمان هذا البرلمان الحقيقة يعني له تمثيل مشرف جدا للمرأة لم نره أو أنه نشهده في تاريخ مصر عما سبق الشباب لهم تمثيل وعدد كبير جدا ولأول مرة نرى شباب في العشرونات من العمر من خلال تنسيقية شباب الأحزاب بالحقيقة التجربة الرائعة أفرزت لنا شباب محترم جدا وواعي في رؤية حضرتك ما هي أبرز مشروعات القوانين التي من المفترض والمنتظر أن توضع على الأجداء التشعية للمجلس الجديد؟ الحقيقة حيكون في أولويات هذا البرلمان أعتقد هو قانون الحكم المحلي لأن هذا القانون صدوره سوف يشهر به المواطن بسرعة كبيرة هذا القانون الذي سوف يلبي كافة احتياجات المواطنين في كافة القرى والنجوع والأزقة والشوارع المصرية هي عمل ضبط كبير جدا الانتخابات المحلية لما هتعمل حدوة هترفع من مستوى التحضر للقرى والمحافظات لأنها هتوصل بالضبط جدأ المسؤول بشكل مباشر للمواطن بشكل كيف يمكن أن يكون لمجلس النواب دور تساقم بالطبع مع أولويات المشروعات القومية التي تولي لها الدولة فترة كبيرة في هذه الفترة السابقة والفترة المقبلة دور البرلمان يا فاندن في دعم الدولة والمشروعات القومية في الفترة المقبلة البرلمان هو ممثل الشعب وممثل المجتمع ولا شك في تاريخنا الحالي المعاصر لأن يكمل إنجازات للدولة أي مبيك كبير جدا ومن ثم لابد أن يكون هذا البرلمان برلمان داعم ومعاون لكافة المشروعات القومية الكبرى التي تنصب في البداية والنهاية في صلاح المواطن المصري خالصة ومن ثم سوف نكون برلمان له ألباع في دعم هذه المشروعات وأيضا ترح مشروعات جديدة وترح أفكار جديدة وتسهيل بعض التشريعات التي كانت تتسم بالقدم حيث أن هناك بعض التشريعات لا زالت قديمة ولا تتناسب مع العصر حديث شكرا كسي تناب على كل استفدق لا عفوة فاندن شكر دينا داكن لقاءنا مع ناب أيمن محسب عضو مجلس النواب أطلعنا على تفاصيل هذا اليوم وما هو المنتظر من مجلس النواب الجديد أعود لك بالكلمة شكرا جزيلا لك مرسل أكسرانيوز محمد بها وشكرا لضيفك الكريم وصل إلى مطار القاهرة أكثر من 75 شخصية يمثلون وفدا من شيوخ وأعيان ونخب الجنوب الليبية في زيارة تستغرق ثلاثة أيام يتم فيها عقد عدد من الاجتماعات سيتم خلال الاجتماع دراسة طلبات الجنوب الليبي والعمل على دفع الحياة السياسية في الداخل الليبية كما يهدف الاجتماع لدعم الاستقرار في ليبيا والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها والعمل على نبذ تدخلات خارجية التي تحاول أن تنال من استقرار ليبيا هذا وتؤكد مصر أنها تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف الليبية وأنها مقدرات ليبيا لأبنائها كما أنها ستعمل من خلال هذه الاجتماعات على وضع تفاهمات وحلول للأزمة الليبية وأنها ستقوم بتقديم كافة أنواع الدعم للجنوب الليبي على المستويات السياسية والتنموية والخدمية تبعت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم سير العمل بغرفة عمليات وزارة الهجرة وموقف المصريين العالقين بالخارج عقب تعليق الطيران في عدد من الدول في أطار الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا أوضحت وزيرة الهجرة أن عدد من تواصلوا مع غرفة عمليات الوزارة حتى الآن بلغ 1150 من المصريين العالقين بدولة الإمارات والسعودية وسلطنة عمان وتركيا أكدت السفيرة أنه تم البدء في التواصل والتنصيق مع وزارة السياحة والأثار وغرفة الشركات السياحية وكذلك التنصيق مع الجهات المعنية لتقديم الدعم للمواطنين العالقين مناشدة كافة المصريين الراغبين في العودة إلى عملهم في الكويت أو أي دولة أخرى بتأجيل سفرهم حتى تتضح الصورة بشكل كامل بشأن تعليق حركة الطيران وفتح المجال الجوي أعلنت وزيرة الصحة هلا زايد عن فحصي 6 ملايين و500 ألف طالب بمختلف مدارس الجمهورية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض الأنميا والسنة والتقزم لدى طلاب المرحلة الابتدائية وذلك منذ إطلاقها مطلع شهر نوفمبر الماضي بتزامني مع بدء العام الدراسي الجديد هذا وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام أن المبادرة تستهدف فحص 14 مليون طالب في المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر وذلك بتسعة وعشرين ألفا واربعمائة واربعة واربعين مدرسة حكومية وخاصة مشيرا إلى أن المبادرة تستمر في العمل حتى نهاية السنة الدراسية بجميع محافظات الجمهورية هذا وأضف مجاهد أنه يتم من خلال المبادرة إجراء المسح الطبية للطلاب وقياس الوزن والطول ونسبة الهيموغلوبين بالدم إلى العراق حيث أعلن الأمن مقتلى 12 عنصرا من بقايا تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية جهاز مكفحة الإرهاب غربي مدينة الموصل جاءت هذه العملية بغطاء جوي من قبل طيران الجيش العرقي وطيران التحالف الدولي وفي إطار توجيهات رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بضرورة ضبط الحدود العرقية السورية بالكامل من جانب آخر وصف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي استهداف المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد بصواريخ لأنه عمل إرهابي جبان كما أعلن في مؤتمر صحفي عقب جلسة استثنائية لمجلس الوزراء العراقي عن ضبط مجموعة من المشتبه بهم في عملية قصف للمنطقة الخضراء هذا وشدد الكاظمي على أن العراق لن يقبل بأي اعتداء على البعثات الدبلوماسية الموجودة به هذا عمل جبان إرهابي لا يريق بالعراقيين ولا يشبه بالعراقيين الصواريخ وقعت على عراقيين وأصابت عراقيين وذلك كان البعض أعتقد أنه استهداف لبعثات الدبلوماسية هذا عمل مرفوض من غير ممكن أن نقبل أن يحصل أي احتداء على البعثات الدبلوماسية في العراق هذه البعثات موجودة من قانون دولي ولن نسمح بالمساس بها هذه العمليات هي الطعن بالاسم العراق وسمعة العراق العراق يمر بظروف خاصة اقتصادية والحكومة تعمل على مدار الساعة لحل المشاكل الاقتصادية وتعمل على إيجاد فرص لدعم الاقتصاد العراقي عن طريق أصدقاء العراق ودول الجوار هدف الصواريخ هو صناعة فوضى هذه فوضى مرفوضة صوتت الحكومة العراقية بالموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة وقال وزير المالية علي علاوي أن الموازنة هي الخطوة الأولى في مسار الإصلاح الاقتصادي مشيرا لأن وردات خفض قيمة العملة العراقية سيتم توجيهها لحماية الفئات المهمشة الموازنة من 2021 إصلاحية بامتياز طبعا هي بداية الإصلاح ليس الإصلاح ككل وخطوة مهمة وجريئة جدا من هذه الحكومة أن بدأت في هذا المسار بعد سنين من التأخير والمماطلة الإصلاح الضروري الاقتصاد الورثناء اقتصاد مشوه كان يتطلب إصلاحات أساسية وجذرية في هذه الموازنة بدأنا نحن في هذه العملية ومثل ما تفضل دولة الرئيس سوناها بطريقة بحيث تخدم الهدف الأول هو أن نخدم الشعب العراقي ونحافظ على هذا الاقتصاد أكد أنوار جرقاش وزير الدولة الإماراتية للشؤون الخارجية أن الإعلام القطرية مصمم على تقويد أي اتفاق مصالحة في الخليج هذا وقع جرقاش على حسابه بموقع تويتر أن الأجواء السياسية والاجتماعية في الخليج العربي تتطلع إلى إنهاء أزمة قطر وتبحث عن الوسيلة الأمثل لضمان الالتزام الدوحة بأي اتفاق يحمل في ثنايا الخير للمنطقة وفق الكونغرس الأمريكي على مشروع قانون لإعادة الحصانة السيادية للسودان التي أسقطت عنه في عام 1993 بعد إدراجه في القائمة الأمريكية للدول الرعية للإرهاب تم تمرير التشريع ضمن مشروع قانون الإنعاش الاقتصادي والتمويل الفيدرالي لكنه استثنى القضايا التي رفعها ضحايا الحادي عشر من سبتمبر أو ذوهم من مشروع الحصانة وبمجرد توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروع القانون سيصبح ساريا مفعول على أن يتم الإفراغ عن أموال التعويضات التي تعهد بها السودان وبلغت ثلاثمائة وخمسة وثلاثين مليون دولار هذا وأعلنت الحكومة السودانية أنه إثر إقرار الكونغرس الأمريكي قانون الحصانة السيادية فإن السودان سيصبح دولة مكتملة الحصانة ضد أي قضايا مستقبلية يمكن أن ترفع ضده بموجب قانون الإرهاب هذا ونقلت وكالة أنباء السودان بيانا لوزارة العدل السودانية أكدت خلاله أن السودان ملتزم بالظهور أمام المحاكمة الأمريكية والدفاع عن نفسه في القضايا القائمة حاليا لإثبات عدم علاقته بأحداث الحادي عشر من سبتمبر وبراءته من هذه الاتهامات قال الرئيس التونسي قيس سعيد أن تونس تمر بأيام صعبة وحزينة ودخلت في مرحلة دقيقة وأضاف خلال ترأسه اجتماع المجلس الأعلى الجيوش في قصر قرتاج قال إن الدولة التونسية لن تسقط وستحبت من خلال قوات المسلحة والأجهزة الأمنية كل محاولات ضربها من الداخل والخارج مشددا على أنه لا مكان في تونس لمن وصفهم بالخوانة الدولة التونسية لن تسقط مهما فعلوا ومهما رتبوا ومهما ارتكبوا من جرائم ونجتمع اليوم لنوجه لسالة إلى الشعب التونسي بأن الدولة بأبطالها من قواتنا المسلحة العسكرية ومن أبطالها من قواتها المسلحة الأمنية ستحبط كل محاولات ضربها من الداخل ومن الخارج ولا مجالة في تونس للخوانة الذين يريدون ضرب الدولة عين الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني جوتاريش الدبلوماسية النروبيجية تور وينسلند في منصب المنصق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط هذا وفد بيان لمكتب الأمين العام أن وينسلند سيخلف الدبلوماسية البلغاري نيكولاف ميلادينوف في منصب المنصق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط كما عين جوتاريش ميلادينوف في منصب المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا وهو المنصب الشاغر منذ استقالة المبعوث الأممي السابق غسان سلامة في مارس الماضي وقرأ العرف أن يحصل الأمين العام على موافقة أعضاء مجلس الأمن قبل أن يعلن أسماء رؤساء البعثات الأممية والممثلين الخاصين له أطلقت شركة الخطوط الجوية الإسرائيلية خطاً جوياً منتظماً بين تل أبيب والرباط بعد تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين من المقرر أن يصل كبير مستشار الرئيس الأمريكي جاريت كوشنار إلى الرباط على متن أول رحلة بين الجانبين حيث يجري مباحثات مع المسؤولين في المغرب صوت البرلمان الإسرائيلية برفض تأجيل الموعد النهائي الذي يحل في منتصف الليل اليوم لإقرار الموازنة وبمقتضى القانون يؤدي عدم إقرار الميزانية في موعدها إلى إجراء انتخابات في مارس وكان رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو وشريكه الرئيسي في الحكم بني جانتس قد فشل في أطاصل اتفاق بشأن الخلافات حول الميزانية في أحدث إحصيات وكالة الرويترز للأنباء قالت أن أكثر من 77 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم في حين اقترب إجمالي الوفيات النتيجة عن الفيروس من مليون وسبعمائة ألف وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر من العام الماضي أعلنت منظمة والصحة العالمية أنها ستعقد اجتماعاً للدول الأعضاء لمناقشة استراتيجيات مواجهة سلالة جديدة من فيروس كورونا المستقد ظهرت في بريطانيا وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية هانزي كلوغ أن الحد من السفر لإحتواء انتشار السلالة الجديدة أمر حكيم حتى يتم الحصول على معلومات أفضل داعياً إلى زيادة الإجراءات الوقائية هذا وحذرت المنظمة من القلق الشديد بشأن تحور الفيروس قائلة أنه جزء طبعي من تطور الوباء وقد تجاوز عدد إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة ثمانية عشر مليون منذ بدء تفشي الجائحة بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز بحسب هذه البيانات وصل عدد المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة إلى ثمانية عشر مليون وستة ألاف إصابة بينما سجل عدد الوفايات ما يقرب من ثلاثمائة وعشرين ألف إلى ذلك رصدت وكالة رويترز وفات حالة كل ثلاث وثلاثين ثانية في الولايات المتحدة خلال أسبوع الماضي مشيرة إلى أن الفيروس أودى بحياة ثمانية عشر ألف شخص في هذه الفترة بزيادة قدرها ستة فاصل سبعة بالمئة عن الأسبوع الذي سبقه أقرى مجلس النواب الأمريكي حزمة مساعدات بقيمة ثمانمائة واثنين وتسعين مليار دولار لمواجهة فيروس كورونا يشمل مشروع قانون الإغاثة من الفيروس تقديم ستمائة دولار لمعظم الأمريكيين بالإضافة إلى مدفوعات إضافية لملايين الأشخاص الذين فقدوا عملهم أثناء الجائحة هذا وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أنها أيدت مشروع قانون الإغاثة من الفيروس رغم أنه لا يتضمن المساعدة المباشرة لحكومات الولايات التي سعد ديمقراطيون للحصول عليها عادت توازرة الخارجية الأمريكية إلى المرحلة الأولى من القواعد الإرشادية الخاصة بقيود فيروس كورونا والتي من بينها تقييد سفر أعضاء البعثات الدبلوماسية إلا للضرورة وفرض قيود على دخول الزائرين وحجم التجمعات وذكرت مصادر أمريكية أن مذكرة أصدرها نائب وزير خارجية الأمريكية تفيد بالتراجع عن المرحلة الثانية من القواعد الإرشادية وفرض مزيد من قيود المرحلة الأولى لمدة شهر اعتبارا من يوم الاثنين أعرب الرئيس التنفيذي لشركة بايونتك لإنتاج اللقاحات عن ثقة الشركة الألمانية في فعالية لقاح فيروس كورونا الخاص بها ضد السلالة الجديدة التي ظهرت ببريطانيا وخلال مؤتمر صحفيا أكد المدير التنفيذي للشركة الحاجة لمزيد من الدراسات للتأكد من هذا الأمر في الوقت ذاته قالت شركة بايونتك الألمانية أنها وشركة فيزر الأمريكية ستوردان 12.5 مليون جرعة من لقاحهما للوقاية من فيروس كورونا المستجد للاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام وتعتزم دول الاتحاد الأوروبي إطلاق حملة واسعة للتطعيم بلقاح فايزر بداية من 27 من الشهر الجاري لسيطرة على تفشي فيروس كورونا المزيد في هذا التقرير وضعت أوروبا نفسها على الطريق نحو بدء عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا وذلك بعد إقرار الوكالة الأوروبية للأدوية استخدام اللقاح المضاد للفيروس الذي اشتركت في تطويره شركتها فايزر الأمريكية وبيونتك الألمانية وبهذا الإقراء أصبحت الخطوة الأخيرة أمام اللقاح الحصول على الموافقة من المفوضية الأوروبية وقالت دول تابعة للاتحاد الأوروبي ومن بينها ألمانيا وفرنسا والنمسا وإيطاليا إنها تعتزم بدء التطعيمات في 27 من ديسمبر مع سعي دول القرى للحاق بالولايات المتحدة وبريطانيا التي بدأت فيهما حملة التطعيمات في وقت سابق هذا الشهر وتأتي الاستعدادات لطرح اللقاح في أوروبا مع رصد سلالة جديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا في بريطانيا ما دفع بعض الدول إلى إيقاف رحلاتها مع المملكة المتحدة وأدى الأمر إلى تعطيل الحركة التجارية قبل عطلة عيد الميلاد لكن وفي ظل حالة ارتباك حركة الطيران الأوروبي زفت منظمة الصحة العالمية ما وصفته بالخبر الصار حيث أعلنت أن الإفادة التي تلقتها من بريطانيا تشير إلى أن السلالة الجديدة لكورونا لا تؤثر على فاعلية اللقاحات كما نفت الصحة العالمية وجود دليل على زيادة شراسة الفيروس بسبب السلالة الجديدة قال معهد روبرت كوخ للأمراض المعضية في ألمانيا أن عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفايروس كورونا سجل تسعة عشر ألف وخمسمائة وثمانا وعشرين حالة بذلك يصل إجمالي إصابات فيروس كورونا إلى مليون وخمسمائة وثلاثين ألف ومئة وثمانين حالة أضف المعهد أنه سجل سبعمائة وإحدى وثلاثين حالة وفاة نجيمة عن الفيروس مما يرفع عدد الوفيات الإجمالي إلى أكثر من سبعة وعشرين أو سبعة وعشرين الفحالة هذا ورجح رئيس معهد روبرت كوخ أن يكون أحدث تحور لفيروس كورونا الذي ظهر في بريطانيا موجود كذلك في ألمانيا لكنه أضاف أن البيانات لم تظهر وجوده بعد هذا وقررت ألمانيا تمديد إغلاق الحدود مع بريطانيا وجنوب إفريقيا حتى السادس من يناير المقبل في ضوء إجراءات مواجهة تفشي الوباء نقلت وكالة رويترز عن مصدر في الفاتيكون أنه ثبتت إصابة اثنين من كرادلة الفاتيكون بفيروس كورونا أحدهما ينضي معظم وقته في مساعدة المشردين في روما وقالت الواكالة أنه دخل المستشفى الكاردينال كونرد كريفسقي وهو بولندي يبلغ من العمر 57 عاما ويدير الأعمال الخيرية التي يشرف عليها البابا فرانسيس ويطلق عليه لقب قيم الفاتيكون وذلك للعلاج من مبادئ التهاب رئوي وقال المصدر أن الفحوص أكدت إصابة الكاردينال إيطالي جوسيبي فارتيلو محافظ مدينة الفاتيكون البالغ من العمر 78 عاما أيضا بالفيروس ومن المعتقد أنه يعزل نفسه في منزله في الباتيكون مشهدين الكرام إلى فاصل قصير بعد هذا الفاصل عودة لاستكمال هذه النشرة ألم بحضرتكم من جديد قال نائب المتحدث باسم البيت الأبيض أن رئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع على قرار يمد التمويل الحكومة الفيدرالية حتى 28 من ديسمبر الجاري قال البيت الأبيض أن قرار ترامب يتضمن توفير الاعتمادات المالية لتمويل الوزرات والوكالات الفيدرالية حتى 28 من ديسمبر لتفادي تعليق آخر لعمل الحكومة شهدت الولايات المتحدة على مدار الأعوام الأخيرة زيادة في حوادث العنصرية من قبل أجهزة الشرطة في عدد من الولايات تجاه الأمريكيين من أصول إفريقية ما أدى لاندلاع مظاهرات في معظم الولايات على مدار هذا العام وفي مدينة شيكاغو عرضا فيديو لحادثة تعود للعام الماضي أثار الرأي العام مرة أخرى التفاصيل في سياق هذا التقرير لأزميل كريم يسري ملف العنصرية في الولايات المتحدة ما يلبط أن يهدأ حتى تتكشف حادثة جديدة تثير الرأي العام الأمريكي مرة أخرى هذه المرة من خلال فيديو صورة من جهاز الشرطة بمدينة شيكاغو بولاية إلينوي يظهر مجموعة من رجال الشرطة يكسرون بقوة باب منزل أنجينت يونغ ويكبلون يداي الأخصائية الاجتماعية صاحبة الخمسين عامة وهي تقف عارية في غرفة المعيشة ليتبين في النهاية أن الشرطة أخطأت في عنوان أحد المشتبه بهم ويغادرون تاركين السيدة يونغ في حالة صدمة مما حدث لها الحادثة تعود ليوم الواحد والعشرين من فبراير من العام الماضي لكن تسجيل الفيديو لم ينشر إلا مؤقرا بعد أن سمحت المحكمة بذلك ليداعب عدد من القنوات الأمريكية تلك الحادثة البشعة تتشابه في تفاصيلها مع حادثة مقتل الشاب بريونا تايلر هذا العام على يد رجل الشرطة بمدينة لويف البولاية كينتاكي كلتا السيدتين تعملان في القطاعات الخدمية إن كانت الاجتماعية أو الطبية بريونا أطلق عليها النار لتلقى حدفها بمنزلها أما السيدة أنجانيت فتم تكبيلها وهي عارية أمام عدد من رجال الشرطة اقتحموا منزلها وكلتا الحادثتين كانت بسبب خطأ رجال الشرطة لذا يجب إجراء تعديلات كثيرة على الممارسات والقوانين الخاصة بأجهزة الشرطة في كل الولايات حادثة أخرى ونقطة سوداء أخرى في التاريخ الأمريكي فيما يتعلق بالعنصرية بالأخص الشرطة والجهاز أو سلك الشرطة في الولايات المتحدة الأمريكية مما معروف هو أن الشيكاغو تعتبر من أكثر المدن إجراما في الولايات المتحدة الأمريكية وهي مدينة خطيرة وفي الأخص في المناطق التي يسكنها المواطن الأفريقيون الأمريكيون ولكن عانت الولايات المتحدة الأمريكية من هذه التفرقة العنصرية وقد ظهرت بدايتها بشكل يعني عنيف في عام 2015 مع سيد براون وأيضا مع جورج فلويد في عام في هذه السنة حادثة مقتل جورج فلويد في مايو الماضي على يد شرطيين بولاية منسوتا جثا على رقبته غير عابئ بصرخاته حتى لفظ فلويد أنفاسه الأخيرة تحت قدمي الشرطي كانت القشة التي أثبتت عمق واتساعة ظاهرة العنصرية في الولايات المتحدة وتسببت في اندلاع احتجاجات في أنحاء البلاد كاشفة عن حوادث أخرى مشابهة تحدث باستمرار لأصحاب البشرة السمراء على يد رجال الشرطة أعتقد أن هي أثرت جدا في الانتخابات الأمريكية لو حضراك لو تكتبوا لكم الانتخابات الأمريكية كانت يعني فارق 1% في معظم الولايات اللي هي السوينج ستيتس المتعرجحة دي 1% الفارق فموضوع جورج فلويد أو العنصرية ده اللي أثير لو أثر 1% ده هو كان يكفي لتغيير نتيجة الانتخابات إحصاءات حوادث العنصرية في الولايات المتحدة صادمة حيث كشف تقرير خرج عن صحيفة نيويورك تايمز بداية هذا العام أن دراسة أجريت على مئة شاب من أصل إفريقي أوضحت تعرضهم لـ 5600 تجربة عنصرية خلال أسبوعين فقط وكشفت صحيفة واشنطن بوست في إحصاء لها أن الأشخاص الذين قتلوا على يد الشرطة عام 2019 بلغ 1038 شخصا وبموجة بالصحيفة نفسها فإن العدد الأكبر من القتلى هو من بين أصحاب البشرة الصمراء في الثامن والعشرين من أغوستس من عام 1963 وقف في هذا المكان أمام نصب إبراهام لينكون التاريخي الزعيم مارتين لوتر كينغ مخاطبا الألاف بأن لديه حلما وهو إنهاء التمييز العنصري ضد الأمريكيين من أصول إفريقية لكن المشهد في الولايات المتحدة بعد مرور 57 عاما يكشف بأن حول ما لوتر كينغ لم يتحقق بأكمله بعد كريم يوسري أكس ريوز واشنطن قال التوسير وإعلام أمريكية أن قراصنة يشتبه بأنهم من روسيا اخترقوا العشرات من حسابات البريد الخاصة بموظفي وزارة الخزانة الأمريكية إلى ذلك أقر وزي الخزانة الأمريكي ستيفن نوتشن بأن الوزارة كانت ضمن الوكالات الحكومية التي استهدفتها حملة القرصانة الإلكترونية مؤخرا لكنه أوضح أن الوزارة لم ترصد أي أضرار يوم بعد الآخر يتكشف حجم الضرر الذي لحق بوزارة الخزانة الأمريكية إثر هجوم إلكتروني تعرضت له الأسبوع الماضي عبر مقرصنين محترفين تمكنوا على ما يبدو من تجاوز حواجز أمنية إلكترونية وحصدوا كما ضخما من المعلومات والبيانات ورغم أنه لم يثبت بالدليل القاطع هوية الجهة التي تقف وراء هذا الهجوم إلا أن كل من وزيري الخارجية والعدل الأمريكيين أشار بأصابع الاتهام إلى روسيا التي نفت بشكل قاطع أي ضلوع في هذا الهجوم وبحسب السيناتورة الديمقراطي رون وايدن فقد تمكن المقرصنون من بلوغ أنظمة معلوماتية يستخدمها كبار المسؤولين في وزارة الخزانة الأمريكية ويرجحوا أنهم تمكنوا من الحصول على مفاتيح تشفير أساسية كما اخترقوا العشرات من حسابات البريد الإلكتروني وبينما لا تزال وزارة الخزانة تجهل كيف تمكن المقرصنون من تنفيذ هذا الهجوم الكبير أو حتى حجم أو طبيعة المعلومات التي تحصل عليها إلا أنه يعتقد أنهم استغلوا عملية تحديث لنظام سولار ويندوز للمراقبة الذي طورته شركة في تكسيس وتستخدمه عشرات ألاف الشركات والإدارات حول العالم وأقرت الحكومة الأمريكية الأسبوع الماضي بالتعرض لهجوم إلكتروني ضخم استهدف وكالات حكومية أمريكية من بينها الخارجية والتجارة والخزانة والأمن الداخلي فضلا عن المراكز الوطنية للصحة وذلك على الرغم من تحذيرات مسبقة لخبراء الأمن الإلكتروني من حدوث هجوم من هذا النوع أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن ستة قاذفات استراتيجية روسية والصينية أقرت دورية ثانية مشتركة بين البلدين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أشهر البيان إلى أن المهمة نفذت مع مراعاة الجانبين التامة لأحكام القانون الدولية دون أقوع خرق لأجواء الدول الأخرى هذا وشددت وزارة الدفاع الروسية على أن تسيير الدوريات القوية المشتركة بين روسيا والصين أقري بهدف تطوير الشراكة بين البلدين ورفع مستوى التنسيق بين قواتهم المسلحة وتعزيز قدرة البلدين على إجراء عمليات عسكرية مشتركة وأيضا من أجل تعزيز الاستقرار الاستراتيجية في العالم بدأت توازارة الطوارئ الروسية في نقل المساعدات من قاعدتها في أذربيجان إلى المصابين في كاربخ البضاء تشمل مواد بناء وأخشاب صناعية وأخطيط سرة وأسرة من بين أشياء أخرى قالت قوات حفظ السلام الروسية الموجودة على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان لمراقبة وقف اطلاق النار والذي أنهى أكثر من ستة أسابيع من القتال بين البلدين أفادت مصادر أمنية في أفغانستان بمقتل قائد شرطة منطقة شاردارا بإقليم قندوز شمالي البلاد في اشتباكات مع مقاتلي حلكة طالبان من حيث أخرى قالت الشرطة الأفغانية أن قنبلة مزروعة على جانب الطريق انفجرت في سيارة في العاصمة الأفغانية مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل أربعة منهم أطباء عاد بركان كيلويا في جزر هواي إلى ثوران مجددا بعد عامين من الخمول ذكرت هيئة المسح الأمريكية أنها رفعت مستوى تنبيه البركان إلى تحذير ورمز طيران الخاص بولاية هواي إلى الأحمر يعد البركان هو الأكثر نشاطا من بين البراكين الخمسة التي تشكل معا جزيرة هواي ويتراوح عمره بين مائتين وعشرة ألاف ومائتين وثمانين ألف عام استعرض رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الخطوات التنفيذية لمشروع تطوير القاهرة التاريخية وفي مستهل الاجتماع قال رئيس الوزراء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف بالبدء في تنفيذ المشروع على الفور حيث ستتولى الهيئة الهندسية التنفيذ بالتنصيق مع استشاري المشروع في غضون ذلك كلف رئيس الوزراء محافظ القاهرة بحصر حدود المناطق التي تشملها عملية التطوير والملكيات الموجودة والمنشآت واستخداماتها مع طاويض الشاغلين المستحقين عينيا بوحدة بديلة أو ماليا أو من خلال منحهم تكلفة إيجار سكن بديل لحين الانتهاء من أعمال التطوير وبعدها يمكن عودتهم مثل ما حدث في حالة تطوير منطقة مثلث مسبيرو أو في منطقة تل العقارب التي تحولت إلى روضة السيدة أعقد وزير الإسكان عاصم الجزار اجتماعا لاستعراض مخططات تطوير وإحياء القاهرة الخدوية والمقترحات والبدائل لتطوير المناطق ذات الأولوية طلب الجزار بسرعة إعداد دراسة مرورية كاملة وشاملة لمنطقة وسط البلد بالتعاون مع إدارة المرور لتسهيل حركة تنقل السيارات والمشاب الشوارع والمدينة الرئيسية ومراعد ذلك بالمخططات المقترحة للتطوير وسرعة إعداد اللوحات التنفيذية للمشروعات التي تم الانتهاء من تصميمها للبدء في تنفيذ أعمال التطوير وخلال الاجتماع استعرض ممثلوء المكاتب الاستشارية مقترح تطوير شرع قصر النيل ومدني طلعة حرب والأوبرا وحديقة الأسبكية التراثية محليا أيضا نفاء المركز العالمي لمجلس الوزراء ما تردد حول ظهور بؤر لإنفلوانزا الطيور في مزارع للدواجن في بعض محافظات الجمهورية قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه تواصل مع وزارة الزراعة والصلاح الأراضي والتي أكدت أن كافة مزارع الدواجن بمختلف المحافظات خالية تماما من أي أمراض وبائية موضح أنه يتم إجراء فحصا دوري شامل لطيور المزارع ولا يصرح بنقل الطيور الحية إلا بعد التأكد من سلامتها وخلوها من أي أمراض أو أوبئة مشير إلى قيام المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بإدراج مصر رسميا ضمن قائمة الدول التي تعتمد نظام المنشآت الخالية من مرض الفلوانزا الطيور في إطار سلسلة متتابعة من التقارير لرصد إنكازات الحكومة في 2020 نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تضمن عرض يسلط الضوء على حصاد قطاع الأوقاف لعام 2020 كشف التقرير عن زيادة إرادة هيئة الأوقاف خلال النصف الثاني من عام 2020 ليصل إلى ما يقرب من 800 مليون جنيه مقارنة ب664 مليون جنيه في النصف الثاني من عام 2019 بنسبة زيادة بلغت نحو 20% فيما وصل العائد السنوي للهيئة إلى مليار ونصف المليار جنيه وهو أعلى عائد سنوي تحقيقه الهيئة في تاريخها انتهت وزارة السياحة والأثار من أعمال ترميم وتطوير معبد إيزيس بمحافظة أسوان وذلك تمهيداً لافتتاحي قريباً قال الدكتور مصطفى وزيري من العام للمجلس الأعلى للأثار قال إن أعمال الترميم شملت ترميم الأرضيات والعواميد وتنظيف الجدران بالإضافة إلى ترميم وتنظيف النقوش الموجودة على مدخل قدس الأقداس وتنظيف الرسوم والألوان الموجودة على مدخل المعبد والباب الجانبي وصيانة موائد القرابين الموجودة بصالة الأعمدة الآن مع أخبار الاقتصاد بحث المستشار محمد عبد الوهاب رئيس تنفيذي للهيئة العامة لاستثمار والمناطق الحرة ومحافظ أسوان الشرفعطية سبل التيسير على مستثمري المحافظة فيما يتعلق بتذليل التحديات أمام مشروعاتهم الاستثمارية القائمة وخططهم التوسعية تطرق اللقاء إلى بحث الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة والمخططات الاستثمارية لها وإمكانية استغلال المزايا النسبي للمحافظة بما يتفق مع طبيعة الأنشطة الاستثمارية الملائمة لها كما عقد عبد الوهاب ومحافظ أسوان اجتماعاً مع عدد من المستثمرين بالمحافظة حيث أكد رئيس هيئة الاستثمار أن الهدف من اللقاء تقديم كل سبل الدعم اللازم للمستثمرين وكذلك وضع خططهم التوسعية موضع التنفيذ وحل أي تحديات قد تواجههم بشكل عاجل وفوري وتنفيذ المقترحات التي من شأنها النهوض بالاستثمارات في محافظة أسوان أعلن الجهاز المركزي للتعبية العامة والإحصاء ارتفاع قيمة صادرات مصر إلى دول شق آسيا إلى 3.2 مليار دولار لعام 2019 مقابل 3.4 مليار دولار لعام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 6% أضاف الجهاز في تقريرا له أن قيمة الواردات من دول شرقي آسيا بلغت 22.5 مليار دولار لعام 2019 مقابل 21.5 مليار دولار عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 4.9% فيما بلغت صادرات المنتجات الحيوانية والنباتية 4.5 مليار دولار لعام 2019 بنسبة زيادة قدرها 20.7% شهدت توزيرة التجارة وصناعة نيفين جامع ونائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر توقيع بروتوكول تعاون بين التمثيل التجاري المصري وبنك مصر في مجال تمويل عدد من البرامج والأنشطة الهدفة لزيادة معدلات الصادرات المصرية للأسواق العالمية وبصفة خاصة لأسواق دول القارة الإفريقية قالت الوزيرة أن البروتوكول والذي يستمر لمدة عام ونصف اعتبارا من أول يناير المقبل يدعم التوجه الحالي للوزارة بزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية كما يدعم استراتيجيتها الخاصة بالتحرك نحو السوق الإفريقية مشيرة إلى أن البروتوكول يستهدف تطوير الميزات التنافسية لعدد من القطاعات التصدرية وتأهيل المصدرين الجدد وصغار المصنعين والآن وقفة مع آخر الأخبار الرياضية يواصل فريق الأهلي استعداداته في نيامي عاصمة النيجر لتحضير لمواجهة سوني ديب المقرر لها يوم الأربعاء في ذهاب دور الثاني والثلاثين بدوري أبطالي أفريقيا أجرى لعبو الفريق والجهاز الفني المسحة الطبية وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف ووصلت بعثة الأهلي إلى العاصمة نيامي مساء يوم الأحد استعدادا للمباراة التي ستقام على استاد الجنرال سيني كونتشي تلقى مسؤولوها زمالك اختارا رسميا من نادي جزالي بطل تشاد يفيد بعدم قدرة الفريق على الحضور لمصر ومواجهة الفريق الأبيض في دور الاثنين والثلاثين بدوري الأبطال الأفريقي كانت أزمة أحاطت بوصول بعثة جزالي ألتشادي بسبب مشاكل مع وزير الرياضة هناك الذي رفض منح الفريق تصريحات استفر خلال الأيام الماضية يواجه فريق بيرامتس في الخامسة مساء اليوم نظيره الاتحاد الليبي في ذهاب دور الاثنين والثلاثين لبطولة الكونفدرالية الأفريقية كما يصدف المقاولون العرب فريق النجم السحلي التونسي لحساب الدوري ذاته بلقاء يقوم بملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأقدار في ختام النشر نذكر حضراتكم بأبرز ما ورد بها من أنباء وزير الخارجية يؤكد التزام الدولة المصرية بالعمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان العراق يعلن بقتل 12 عنصرا من داعش الإرهابية في عمليات عسكرية في الموصل وارتباك في حركة النقل والموانئ البريطانية بعد إغلاق الحدود مع عدد من الدول في نهاية هذه النشرة نحيط عن مستدى المشاهدين بأن تردد اكسترانيوز اتش دي هو 1-2-3-0-3 ما معدل الترميس فهو 27-500 ومعامل الاستقطاب أفقي كنا معكم في هذه النشرة دينا زهرى ونانسي نور إلى اللقاء اشتركوا في القناة